السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبناءنا طلاب وطالبات الصف السابع مع الدرس الأول من الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم الوحدة الخامسة وهي بعنوان الكثافة والضغط درسنا الأول بعنوان كيف نحسب كثافة جسم ما الجزء الأول أهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أولا أن تقارن بين كثافة مواد مختلفة ثانيا أن تقيس كثافة مواد مختلفة رياضيا أشياء تعلمناها سابقا أولا تعريف الكتلة هي كمية المادة الموجودة في الجسم ثانيا يمكن قياس كتلة الجسم باستخدام قياس الكتلة أي الميزان ولدينا موازين مختلفة منها الميزان الرقمي والميزان ذو الكفتين والميزان المستخدم في قياس كتلة الأشخاص نبدأ أبنائي مع هذا النشاط الافتتاحي في الكتاب في الصفحة أربعة لنقرأ معا لدى طالبة علبة حلوة كتلتها 220 جرام كما في الشكل 1-5 ولوحة شوكولاتة كتلته 80 جرام كما في الشكل 2-5 لاحظوا الشكلين أبنائي تقول الطالبة إن هذه المعلومة تؤكد أن علبة الحلوة أثقل من لوحة شوكولاتة فكر في عبارة الطالبة وقرر إن كنت تتفق معها سأترك لكم الإجابة أبنائي مقارنة الكثافة لاحظوا أبنائي الصورة التالية وضعنا في الميزان قطعة فلين كبيرة وفي الكفة الثانية قطعة معدنية السؤال أبنائي أيهما أثقل الفلين أم المعدن؟ أظنكم عرفتم الإجابة؟ تكون بعض المواد أثقل من سواها فالمعادن أثقل من الفلين لكن قد تكون قطعة كبيرة من الفلين أثقل من قطعة صغيرة من المعدن ما السبب في ذلك برأيكم؟ أحسنتم لأن للمادتين كثافتين مختلفتين كيف تكون الجسيمات في المواد المختلفة الكثافة؟ تكون الجسيمات في المواد ذات الكثافة المرتفعة متقاربة بشكل كبير فيما بينها؟ تعالوا الآن لنقارن بين كثافة المواد الصلبة والسائلة والغازية المواد الصلبة لها كثافة عالية لتقارب الجسيمات والمواد السائلة كثافتها منخفضة لتباعد الجسيمات نسبياً وأخيراً الحالة الغازية الكثافة منخفضة جداً للتباعد الكبير بين الجسيمات نكمل المقارنة أبنائي بين كثافة المواد نذكر مرة أخرى بأن الجسيمات في المواد ذات الكثافة المرتفعة تكون متقاربة بشكل كبير فيما بينها ونقارن بين الحالات الثلاث الصلبة والسائلة والغازية فالمادة الصلبة لها كثافة عالية والمادة السائلة كثافتها منخفضة والحالة الغازية كثافتها منخفضة جداً لاحظوا الشكل التالي أبنائي وضعنا حوضاً به ماء وأضفنا عدة مواد قطعة خشب وقطعة فلين وبقعة زيت وقطعة ثلج ومسمار معدني وشمعة لاحظوا أبنائي أن بعض هذه المواد قد طفت فوق سطح الماء وبعضها الآخر قد غاصت في أسفل الحوض فإذن بعض المواد تطفو والبعض الآخر يغوص ما الذي يحدد ذلك؟ أحسنتم أبنائي إنها خاصية الكثافة ماذا نقصد بمصطلح الكثافة؟ الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة تقاس كتلة المادة بوحدة الكيلوجرام أو الجرام يقاس حجم المادة بالمتر المكعب أو بالسنتمتر المكعب لحساب الكثافة نحتاج إلى كل من الكتلة والحجم ونستخدم القانون التالي الكثافة تساوي الكتلة مقسومة على الحجم أو رو تساوي M تقسيم V تقاس الكثافة عادة بالكيلوجرام لكل متر مكعب أو بالإجرام لكل سنتمتر مكعب والآن أبنائي مع النشاط رقم واحد في الصفحة خمسة عنوان النشاط كيف تستطيع إيجاد كثافة المواد؟ احسب كثافة مواد مختلفة سنحتاج في هذا النشاط إلى آلة حاسبة يبين الجدول التالي كل من الكتلة والحجم لمواد مختلفة المواد هي عملة ذهبية وقالب من الجليد وخشب الأبانوس وقالب الفولاذ وأخيرا خشب البلزة سعرض لكم أبنائي الكتلة والحجوم لاحظوا أن الكتل مقدرة بالإجرام والحجوم مقدرة بالسنتمتر المكعب والمطلوب حساب الكثافة ما هو قانون الكثافة؟ أحسنتم الكثافة تساوي الكتلة مقسومة على الحجم فإذن سنأخذ مثالا العملة الذهبية لحساب كثافتها سنقسم الرقم 38 على الرقم 2 فيكون الناتج هو 19 جرام على السنتمتر المكعب وكذلك أبنائي بالنسبة لبقية المواد قال أبو الجليد سنقسم الرقم 920 على الرقم 1000 فيكون الناتج 0.92 وكذلك بقية المواد الأخرى لاحظوا أبنائي أن كثافة المواد مختلفة فأعلى المواد كثافة هو الذهب 19 وأقلها كثافة هو خشب البلزة 0.13 نكمل أبنائي النشاط في الصفحة 5 رتب المواد بحسب كثافتها بدءا بالأعلى كثافة وانتهاءا بالأقل كثافة تذكروا جدوى الأبنائي أعلى المواد كانت العملة الذهبية ثم قالب الفولاذ ثم خشب الأبنوس ثم قالب الجليد وأخيرا الأقل كثافة خشب البلزة والآن مع أسئلة المتابعة في نفس الصفحة السؤال الأول ما هي المادة الأكثر كثافة؟ أحسنتم هي العملة الذهبية السؤال الثاني اشرح السبب الذي يجعل خشب البلزة مناسبا أكثر من خشب الأبنوس في صناعة نماذج الطائرات تذكروا الفرق في الكثافة؟ أحسنتم لأنه أقل كثافة فيساعد الطائرات على الطيران بشكل أسهل والآن عزائي الطلاب مع ملخص الدرس لحساب الكثافة نحتاج إلى كل من الكتلة والحجم ونستخدم القانون التالي الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم أو رو تساوي M تقسيم V تقاس الكثافة عادة بالكيلوجرام لكل متر مكعب أو بالجرام لكل سنتمتر مكعب وأخيرا تمتلك المواد المختلفة كثافات مختلفة والآن أبنائي مع أسئلة التقويم افتح الكتاب الصفحة 10 السؤال الأول ما وحدة قياس الكثافة؟ الإجابة الأولى المتر والثانية سنتمتر مكعب على الإجرام والثالثة الإجرام والرابعة جرام على السنتمتر المكعب أظنكم عرفتم الإجابة؟ أحسنتم وحدة قياس الكثافة إجرام على السنتمتر المكعب السؤال الثاني أجرى طالب تجربة لقياس كثافات مواد مختلفة فاستخدم الزئبق والخشب والفولاذ لكنه نسي تسجيل ذلك في الجدول أحسب كثافة كل مادة ثم استخدم النتائج لتحديد نوع تلك المواد أكتب أسماء تلك المواد في الجدول إليكم الجدول أبنائي المواد لها كتل وأحجام مختلفة كما نرى سنقوم بحساب الكثافة لكل مادة في المادة الأولى سنقسم الكتلة على الحجم فيكون الناتج 8 جرام على السنتمتر المكعب والمادة الثانية سيكون الناتج 0.9 جرام على السنتمتر المكعب والمادة الثالثة أيضا نقسم الكتلة على الحجم فيكون الناتج 13.5 جرام على السنتمتر المكعب برأيكم كيف نوزع هذه المواد؟ أحسنتم أعلى المواد كثافة هي الزئبق فهي المادة الثالثة وأقل المواد كثافة بين هذه المواد الخشب كثافته 0.9 فإذن المادة ذات الكثافة ثمانية هي الفولاذ نكمل التقويم أبنائي افتح الكتاب الصفحة 32 يبين الجدول التالي كتل ثلاثة حجارة وحجم كل منها لاحظوا الجدول لاحظوا الكتل مقدرة بالإجرام والحجم مقدر بالسنتيمتر المكعب والسؤال أبنائي اكتب المعادلة المستخدمة لحساب الكثافة تذكروا معي أبنائي أحسنتم الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم الفرع بي أحسب كثافة كل حجر وسجلها بالجدول نطبق القانون سنقسم الكتلة على الحجم فالإجابة الأولى 2.2 جرام على السنتيمتر المكعب والثانية 2.8 جرام على السنتيمتر المكعب والثالثة 2.2 جرام على السنتيمتر المكعب السؤال سي أذكر الحجرين الذين ينتميان إلى النوع نفسه اشرح إجابتك انظروا إلى الكثافات أبنائي إذن الحجرين A و C لهما نفس الكثافة فإذن الحجرين من النوع نفسه مع السؤال الأخير في التقويم افتح الكتاب الصفحة 33 السؤال أرقم 6 ما هو الرمز الذي يعبر عن المعادلة والوحدة الصحيحتين للكثافة؟ الاختيارات الاختيار الأول الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم والوحدة سنتيمتر مكعب الاختيار الثاني الكثافة تساوي الحجم تقسيم الكتلة والوحدة سنتيمتر مكعب على الكيلو جرام الاختيار الثالث الكثافة تساوي الوزن تقسيم الكتلة والوحدة جرام على السنتيمتر المكعب والاختيار الرابع والأخير الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم والوحدة جرام على السنتيمتر المكعب ما هي الإجابة أبنائي؟ أحسنتم الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم ووحدة قياسها الجرام على السنتيمتر المكعب مع نهاية هذا الدرس نتمنى لكم أبناءنا طلاب وطالبات الصف السابع كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته